تلات حاجات ما لكش ده بيوم في العلاقات المبالغة ما تبلغش في وصف شعور حد تجاهك يعني ما تجيش تقول طالما اللي قدامك ما قالكش انه هو حريص على الارتباط بيك ما تقولش انه هو حريص على الارتباط بيك تاني ما دام اللي قدامك ما قالكش انا عايز ارتبط بيك ما تدعيش انه هو عايز ارتبط بيك ليه طيب لان في حقيقة طريق التعبير الناس دلوقتي بقى التعبيرات ملغزة تلاقي حد بيقول لحد الله عليك انت أمر فأمر عند واحد ثقافته قديمة ده واحد بيغزلني ده ميال إليه فالفترات اللي بتبقى فترات انتقالية ما بين الثقافات دي ان تبقى ثقافة خالصة للانطلاق في الكلام اللي هو في الحقيقة لازم يتحطله ضوابط فاحنا عندنا سيولة في التعبيرات ما بين الجنسين لازم نعترف وده بيعمل تعليق للبنات أكتر من الرجالة بس كمان فيه تعليق للرجالة كمان وهنا بقى بيدخل دور الصيادين فيه ناس بتحب تلعب وتصطاد فعشان كده بقول أول حاجة ما تحكمش على مشاعر حد ما تحكمش على مشاعر حد ليه طيب لأن الله هو الذي يعلم السر وأخفى انت ما تعرفش اللي في النفوس إيه في اللي احنا فيه ده إيه وعتبالغ في مشاعر حد وعتقول ده ميال إليه وعايزة تاني حاجة في المشاعر في العلاقات لو سمحتم محدش يحاول بقدر الإمكان يعمل مغامراته بفتوح عاطفية أنا الأمير والشاطر حسن اللي هيخطف الأميرة مش إن ده مش موجود لا يا سيدي مين قالي إن الأميرة شايفة إن الشاطر حسن مش شخص مكتهد آه بس أنا ما عشي معاه فممكن تسقف له بس يمشي تتجوزه وعلى فكرة ده لشعور طبقي ولا أي حاجة ده اختيارات للبشر فخلينا هديين كده وبلاش الأساطير بتاعت الحب نهدي الأساطير شوية ننزل الفوليوم بتاع الأساطير شوية تين تلاتة لأن أنا شفت يا ما ناس الكسر قلوبهم ويا ما ناس عاشوا في مرار وهي أكيد أهلها ضغطين عليها وأوهام بقى فبلاش نزل نزل دي تاني حاجة تالت حاجة ببساطة خالص خلينا دايما نقول إن مشاعر شكلها الطبيعي هو خاصة ما بين الاتنين هو الدخول في مسألة الجواز فخلينا واضحين خلينا نعبر بشكل واضح أنا عايزة جوزك كده بوضوح لكن أنا مش عارف مشاعرها وأنا متصوم لا 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 يبقى التلات حاجات دولة لا تبالغ لا تبالغ تاني حاجة ببساطة خالص إياك وأساطير الحب تالت حاجة لو سمحت خليك واضح وصريح واطلب طلب الارتباط بشكل واضح لأن أنت لو لم أعملتش كده هتبقى المسألة صعبة قوي يبدو أن العلاقات بقت بقت حضرة قوي والعلاقات بقت متشابكة والعلاقات في الحقيقة محتاجة أن ننظر لها بنظرة تانية خالص والله إحنا عندنا حاجات كتيرة في العلاقات لازم نشوفها الأبواب المواربة وعلاقات الترانزيت وحاجات كتيرة جدا 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 في العلاقات